نتائج الحوار الاجتماعي ولن هذه الحكومة عبرت على إرادة ديلها منذ التعيين ديلها من طرف جلالة الملك ومنذ تنصيبها من طرف البرلمان على أنها تجعل من النقابات ومن منظمة أرباب العمل شريك أساسي ومحوري في يعني مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها وفي الأسئلة ديلكم اللي تفضلتي وبها تكلمتي على بعض الأسئلة اللي مرتبطة بالإضراب قانون الإضراب وأيضا هناك قوانين أحد أخرى اللي مرتبطة بالنقابات لكي تصبح على غرار الأحزاب التي تتمتع بقانون يحدد طريقة اشتغالها وينظم طريقة عملها فمنذ اليوم الأول ومنذ التعيين ديلة الحكومة هذه من خرطة فهد الورش ديل الحوار وكانت الجلسة الأولى مع القطاعات تبعا يعني في الشهر الأولى التعيين خاصة أتذكر قطاع ديال الصحة والقطاع ديال التعليم ثم جات مؤسسات وقطاعات وحدة أخرى متعددة اللي عرفت أيضا واحد النقاش وعرفت واحد الحوار مباشر جات المرحلة ديال أبريل من سنة ألفين واثنين وعشرين وتوقع على ذاك الاتفاق الشهير للحكومة يعني اعتبرته واحد الرغبة مشتركة إلى جانب النقابات في الانطلاق في الإصلاح سويا وشفنا مجموعة من الأمور التي تمت الاستيجابة لها راميك نتكلم على الملف كله شو موليته بدون ما نحسبه الملف في المرتبة بالطرقية راحنا في حدود تسعود ديال المليار ديال الدرهم عاد زيد لها يعني الترقيات اللي كانت مجمدة لمدة سنتين واللي جات الحكومة بشكل تلقائي وعبرت على أنها هذا الموضوع يجب أن النوح الحيلة هو بشكل سريع في هذه الأجوال ديال الثقة وديال المسؤولية وديال الحرص على الاستيجابة إلى أقصى حد ممكن لمتطلبات الحركة النقابية في بلدنا جات هذه الجولة الجديدة من الحواري الاجتماعي واللي من خلالها السيد رئيس الحكومة مع السادة الوزراء المعنيون قدموا تشخيصا واقعيا وحقيقيا حول مختلف القضايا والوضعية بلدنا سواء على المنسي والاقتصادي والاجتماعي تم الاتفاق على تشكيل اللجنة هذه اللجنة هذه سوف يُعهد إليها طبعا هي لجنة مشتركة ما بين النقابات وما بين الحكومة في شقها المرتبط بالقطاع الخاص والعام الهدف من هذه اللجنة هو متابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه خاصة في هذا الشق الذي نعرف كي همكم المرتبط بالرفع من القدرة الشرائية دي المواطنين خاصة دي الأجراء فهذه اللجنة الآن نكبت على الاشتغال ديالها هذه تبدأ تشتغل في في الأسبوع المقبلة والسيد وزير الشغل عنده موعد سنوي لخصوية تواصل فيه مع المواطنين أعتقد سيكون يوم 30 أبريل والذي سيعطيه واحد تصور مستفيد ومفصل حول مختلف هذه الظروف التي طبعت هذه المحطة وفي نفس الوقت حول التوجهات وحول المخرجات ديالها والظروف ديال الاشتغال بشكل مشترك مع النقابات قانون الإضراب يندرج صلب هد الحوار هذا كين قانون للإضراب وكين قانون ديال النقابات وكين المأساسة ديال الحوار الاجتماعي اللي جابت واحد للهيئة مهمة اللي هي المرصد ديال المرصد اللي غادي يعنى بمتابعة هد الملف شقه المرتبط بالمعطيات اللي عندها علاقة تصور دياله تقريبا مكتمل لكن لا يمكن للحكومة أن تبادرة من تلقاء نفسها وبشكل منفرد نحن دائما نجلس مع النقابات في إطار الحوار المسؤول الجد وفي الأسابيع المقبلة غاديكون إن شاء الله جديد بخصوص قانون الإضراب لأنه واحد من المداخل الأساسية لكي نقننا هذا الموضوع وهو واحد من القوانين التنظيمية الوحيدة اللي بقات منذ دستور 2011 ولم يتم التصويت عليها